تفتتح غدا أول محطة طاقة شمسية من أصل 32 محطة طاقة فردية تعمل بمشروع بن بنان في محافظة أسوان حيث تخطط الحكومة لإنشاء أول مدينة شمسية في العالم ويقطع مشروع الطاقة الشمسية في مصر مراحل متقدمة خصوصا مشروع بنبان وهو جزء من مشروع شموس النوبة الذي سيكون واحدا من أكبر المشروعات في العالم ويوفر المشروع ما يعادل نحو 90% من الطاقة مقارنة بما يوفره السد العالي حيث يستهدف توليد 752 ميجاوات من الطاقة الشمسية لإمداد نحو 350 ألف منزل في المنطقة